طالب الحزب الدستوري الحر في تونس الرئيس قيس سعيد بالإصراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن جملة التدبير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير العمل وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة وأكد الحزب الدستوري الحر في بيان له ضرورة استبعاد الأخوان من أي تشكيلة حكومة تونسية مرتقبة وعدم إشراك الوجوه السياسية التي تتحالف معهم سابقا وشدد الحزب على ضرورة فتح ملفات الاقتيالات والإرهاب والفساد بتونس دعيا رئيس حركة النهضة الأخوانية راشد الغنوشي للتنحي من رأسة مجلس النواب كونه سبب الوضع الكارثي في تونس وطلب بفتح ملفات الأمن القومي وتفكيك تنظيم الأخوان محذرا من الدعوات الرامية لانحراف بالسلطة واستغلال الوضع الراهن لضرب أسس الديمقراطية